تضاربت التصريحات حول زيارة وفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في الوقت اليشار فيه أعضاء الوفد الحقوقي إلى رفض المدير التنفيذي المكلف للمدينة دكتور عماد خياط مقابلتهم والاستماع إلى رؤيتهم بخصوص شكاوى المراجعين استبعدت إدارة المدينة الطبية ذلك وأشارت إلى أنه وقت حضور الأعضاء لمكتب المدير العام تزاماً مع ارتباط المدير العام المكلف باجتماع المجلس التنفيذي هذا الأمر حال دون خروجه للوفد وإبلاغه بالانتظار لحين انتهى الاجتماع مؤكداً أن أبوابه مفتوحة لجميع الجهات سواء الرقابية أو جمعيات أو غيرهم وفق الأنظمة والتعليمات للحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة الأستاذ سليمان الزايدي أهلاً الأستاذ سليمان أهلاً أستاذ سليمان يعطيكم العافية يعني صار الله يعطيكم العافية وأنتم أيضاً يعطيكم العافية نتابعكم نتابعتكم بمقضية المستشفى جيزان الله يساعدكم ويعينكم والله يعظم أجر يعني المتوفين أهلنا في جيزان الله يعني أهاليهم على يعني الصفر ونسأل الله سبحانه وتعالى للمرضى والمصابين الشفاء العادي هذا عمل هذا عملنا وما لنا فضل فيه والواجب لأنه تكونوا دائماً في الصورة الحادث الحادث هذا أصابنا جميعاً جداً صحيح يعني الحين نتكلم أستاذ سليمان عن زيارتكم يعني صار فيه تضارب في الآراء هل أنتوا زرتوا المدير العام للمدينة الطبية ورفض استقبلكم يا سيدي أولاً زيارتنا هي زيارات الأعضاء الجمعية دائماً هي زيارات يعني متصلة دائماً يذهبون يذهبون الأعضاء لمواقع العمل للمؤسسة الدولة لكي يعني يرصدون ويراقبون الأدامة هذا يتبق مع الأنظم مع تعليمات الدولة مع نظام الحكم زيارتنا المدينة الطبية فعلاً هي كاعد واحدة من الزيارات الفريق يعني ذهب المدينة ومن ضمن في بداية في بداية زيارة يعني ذهب المكتبة المديرة التنفيذة والحقيقة المديرة المكلة استقبلنا الوفد مدير مكتبة طلبنا من مدير المكتبة أنه فعلاً يبلغ لنا موجودين بلغوا وكان فعلاً في اجتماع وإحنا قدرنا يعني حقه أنه يعني يرأس الاجتماع ويبقى في مهمة لا شك مهمة عمل وغادرنا وكانت هو لم يعني يرفض وإحنا لم نصفر ولكن يعني سبحان الله أحياناً مثلاً يقولون ومع الأخبار اللي رؤيتها الأمر فعلاً كان عادياً إحنا قبلنا تدارة لأنه فعلاً كان في اجتماع رسوي وإحنا لم يكن لنا فعلاً موعدنا ولعلمكم دائماً عبال جمعي هم يذهبون لكي يلتقوم بالمواطنين بالمستبيد من الهيئات والحسنة ويقابلون أيضاً المرضفين هذا ما تم طيب نتكلم نتكلم أنكم أنتم جئتوا بدون موعد فما استطعتوا تقابلونه فالمشكلة كانت أنه ما كان في موعد بينكم وبينه صحيح إحساس سليمان أيو أيو عالو صحيح بس احنا نحن نركز فعلاً على وضع المدينة هذا هوش هذا قضياتنا وقضية المواطنين في منطقة مكة مدينة الملك عبدالعلي الطبية فعلاً هي واحدة من المدن اللي تهمنا وتهم الوطن يعني الدولة إنشاءت خمس بدون الأرض الحمد لله من المتميزة نحن نسعى إلى إلى دعم العامل فيها لكي يعني يقدموا خدمة فعلاً بالمرضى والمترجدين عليها بالشكل الذي يحقق أهداف المدينة نعم إذن نتكلم احنا عن زيارة كانت بدون موعد والرجل اعتذر منكم اعتذر رطيف وانتوا قبلتوا السؤال الآن ما هي ملاحظات الجمعية على المدينة عشان انتوا التقيتوا بالمواطنين المدينة عندها مشكلة في الجانب الإداري مشكلة عدم الثبات على الوضع الإداري في المدينة وعلاقتها مع الوزارة هذه هي التي سببت بعض الخلل خاصة في التأمينات مشكلة المدينة الآن جداً منها بدل المدينة مجموعة كبيرة من المنافسات يمكن أكثر من عشر منافسات طبية وتقنية وشغلات كثيرة فتحت مظارفها ومطلوب ترسيتها لكن الجانب الإداري فيه خلل وهذا الخلل لم يمكن المدينة من استكمال هذه الإجراءات وبالتالي صار هناك نقص الأدوية في الصيدلية أيضاً هم على كفاة عالية استاذ سليمان وجود المدير بالتكليف وليس بالأصالة هذا خل المدينة يتراجع مستواها صحيح المدير جاء به بالتكليف لأنه أصلاً كان فيه في مشاكل سابقة وبنان عليها أزاحة قيادة السابقة الوزارة أو هم نفسهم غادروا المكان وبالتالي حصل هذا الخلل يعني عبدان فباد إداري أيضاً ارتباط المدينة بالوزير مباشرة فيه مشكلة حتى تصل الوزير وتصل المجلس المدنة الطبية هذا أيضاً على الوزارة نتفكر فيه بشكل إداري جديد فيه يعني تفويض صلاحيات فيه صحيح فيه يعني شيء من المرونة الآن المدينة عندها عشر أو 11 منافسة من ضمن الأدوية يعني حتى اللحظة لم يشك لا يوجد عند المدينة ما يسمى بلجنة فحص العروف لأن اللجنة حلت كان في حلول أخرى إذا ما في لجنة أشياء الصحية فيها لجنة يستعينهم بها وكل وزارة صحيح يا أخي صحيح أستاذ سليمان شكراً لكم هذا أهم شيء أنه كان الموضوع أنه يعني تنجلي الغيمة بينكم وبين المدينة هذا المهم عندنا وأيضاً أنه المطالب اللي يتوا قاعدين ترفعونها الآن إن شاء الله تجد إذن صاغية من وزارة الصحة اللي مشغولة الآن في جيزان الأستاذ سليمان الزايدي المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة شكراً جزيلاً لك أعطيكم العافية